عشان كده بشوفين النسخة دي لو نجحت نسخة الأفريكا ليج تقدر بإذن الله تصنع الفريق زي ما أعلن المسؤولين في الاتحاد الأفريقي وقال إنه هدفهم الرئيسي من إقامة البطولة دي مش بس الدعاية أو الماركتنج والتسويق للكرة الأفريقية لكن كمان محاولة إصلاح لأوضاع استمرت لسنين وسنين بنتكلم على تطوير بنية تحتية بنتكلم على تطوير قواعد الناشئين في مختلف الدول الأفريقية النهاردة بتتكلم على تشامبيونز ليج أفريقيا والأندية الستاشر اللي بتشارك فيه بص حضرتك كام نادي ووصل لأنه يبقى من الستاشر الكبار على مستوى أفريقيا وما عندوش ملعب مؤهل لإصطدافة مباراته على كل الأحوال خليني يستعرض مع حضرتكم سريعا جدا الشكل والمضمون الخاص بالبطولة الجديدة اللي هتستضيفها ست أو تمن دول طبعا بيمثلوا الأبطال التمانية أو الكبار التمانية اللي بيشاركوا فيه البطولة على مستوى قارة أفريقيا البداية عندنا من مصر والأهل المصري زعيم القارة الأفريقية وسيد أسياد أفريقيا طبعا في صدارة المشهد معاه كمان الترجي التونسي وبيشاركوا من شمال أفريقيا ووصيف نسخة دول الأبطال الأخيرة طبعا الوداد المغربي لو جينا لغرب إفريقيا بيمثلها الحقيقة فريق وحيد هو فريق أنيامبا النيجيري عندنا من وسط إفريقيا ثلاث فرق سيمبا التنزاني منافس الأهلي في الجولة الأولى وعندنا مازينبي الكنغولي وعندنا أيضا بيترو أتلاتكو الأنجولي ومن جنوب القارة طبعا سانداونز زعيم كرة جنوب إفريقيا بيمثل أنديت جنوب القارة دول التمانية الكبار اللي هشاركوا فيها البطولة البطولة تقدمت الحقيقة بجواز نسبيا طبعا تعتبر مغرية جدا صاحب المركز الأول بطل النسخة الأولى من الأفريقين فوتبول ليج هيحظى بجائزة مالية قدرها أربعة مليون دولار نتكلم على بطولة هتقام في ظرف ثلاث أسابيع نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي وأعتقد أن حجم الجواز المالية للأهلي السنة دي في مشوار بطولاته مغري جدا جدا طبعا بالتأكيد لدعم ميزانيات النادي الأهلي وخصوصا في نشاط كرة القدم اللي الحقيقة إجمالي تكاليفه بقت كبيرة جدا وضخمة جدا في العالم كله مش بس عندنا في مصف الوصيف في البطولة دي هياخد جائزة مالية قدرها ثلاثة مليون دولار هيوصلوا للدور قبل النهاية أو هيصلوا للمربع الذهبي هياخدوا جائزة مالية قدرها مليون وسبعمائة ألف دولار وطبعا الكوارتر فاينلز أو الدور ربع النهائي يعني اللي هيشارك في البطولة هيضمن الحصول على مليون دولار دي قيمة الجواز المالية في نسخة الأولى مع وعد أنه بداية من النسخة التانية هيتم زيادة المقابل المالية أو الجواز المالية وهيتم زيادة عدد الأندية المشاركة طبعا اللي اقتصر على التمانية اللي يظهرين قدام حضراتكم معها الشاشة الأهلي المصري الوداد المغربي الترجي التونسي أنيامبا النيجيري مازينبي الكونغولي بيترو أتلاتكو الأنجولي سينبا التنزاني وسانداونز الجنوب إفريقي تمن فرق هم اللي بيتصدروا المشهد في السنوات الأخيرة تمن فرق بأعتقد أنه هم الأفضل على مستوى النتائج في البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة وبالتالي هتكون بطولة من نار ده جدول وموعيد مباراة انطلاقة البطولة إن شاء الله بين الأهلي وسينبا في تنزانيا دار السلام يوم عشرين أكتوبر الجمعة اللي جاي على طول بعدها بأربعة تيام وتحديدا يوم الثلاثة أربعة عشرين أكتوبر هتكون مباراة العودة في القاهرة السبت واحد وعشرين أكتوبر بيترو أتلاتكو الأنجولي في مواجهة سانداونز الجنوب أفريقي في أنجولا ثم مباراة العودة يوم السلساء أيضا أربعة عشرين في نفس معاد مباراة الأهلي وسينبا ولكن في جنوب أفريقي سانداونز وبيترو أتلاتكو على النحية التانية هيكون عندنا طبعا مواجهة بين الوداد المغربي وأنينبا النيجيري ومباراة العودة بين الوداد وأنينبا هتكون في المغرب مباراة الزهاب يوم 22 أكتوبر مباراة العودة يوم 25 أكتوبر ونركز قوي مع المطشين دول وعندنا كمان الجولة الأخيرة في الدور التمهيدي أو دور الثمانية هتكون يوم السبت 21 أكتوبر ما بين الترجي التونسي ومازينبي الكنغولي ثم مباراة العودة في تونس يوم الأربعاء 25 أكتوبر ما بين الترجي ومازينبي في تونس دي الأدوار التمهيدي أو الدور الثمانية بعد كده عندنا طبعا السامي فاينال هيكون يوم الأحد 29 أكتوبر ما بين الفائز من أهل يوسيمبا وسانداونز وبيترو أتلاتكو دي مباراة الزهاب يوم 29 مباراة العودة يوم واحد وبالنسبة للناحية التانية هيكون عندنا الفائز من أنيامبا والوداد هيقابل الفائز من الترجي ومازينبي مباراة الزهاب هتكون يوم 29 أكتوبر أيضا مباراة العودة يوم واحد نوفمبر والفائز من الناحيتين هيتقابل في مباراة النهائي مباراة الزهاب هتكون يوم خمسة مباراة العودة هتكون يوم حداشر